عائلة مختلفة تحمل من الطرافة أشياء الكثيرة ويجتمع كل أفرادها على حب الخيل ورياضة الفروسية فلنتعرف عليها عن كثب وعن الأجواء التي يعيشونها في شهر السيا أنا محمد موسى حمودة وإخواتي أربو سارة وأخوي أحمد عائلة حمودة أنا بدرس طب وجراحة الأسنان بجامعة الشارقة طبعاً كنا بلشنا رياضة ركوب الخيل مع بعض قبل 13 سنة لما كان عمري أنا 8 سنوات بلشنا نتدرب بنادي الشارقة الفروسية اللي شجعنا على الرياضة هم بابا وماما هم بحبوا رياضة الخيل وحببونا فيها وشجعونا عليها وإحنا من أول مرة شفنا الخيل وركبنا عشقنا الرياضة محمد بالنسبة لي أنا فهمت أن رياضة الفروسية تجيع من الوالد والوالدة بس التب يعني ما شاء الله يعني ثلاثة أطباء يعني فرسان أطباء شو السر إنه اختياركم يعني للتب؟ هلأ ومن إحنا صغار كنا نحب هاي المهنة كنا نروحها للمتاحف نروحها لأجزاء اللي بتشرحها لجسم الإنسان وإحنا كعائلة برضو منحب مساعدة الناس فشو هي المهنة اللي رح تجمع لك بين الاثنين مساعدة الناس وحبنا لجسم الإنسان الطب مهنة إحنا صغار اللي ما كنا نشارك بجائزة حمداء وننفوس فيها كنا نقدم حالنا أنا الطبيب أنا الطبيبة أنا الدكتورة فلهذا أنا دخل الطب الأسنان أختي أرب دخل الطب البشري وأختي سارة باحثة بأمراض القلب والأوعية دموية ما عاد أخوي أحمد أحمد؟ المهندس الفارس المهندس الفارس؟ أيوة المهندس الفارس أنتوا كلكم يعني الطبيب الفارس؟ معاد أحمد معاد أحمد أحمد ليش ما اخترت الطب يعني اخترت الهندسة يعني أنت هلأ مهندس فارس يعني أنا عشق كان مش للطب ولا لجسم الإنسان أنا كنت بميل أكثر إلى الهندسة وفهم كيف الأشياء بتشتغل والرياضيات والفيزياء ولما كنت أروح مع الوالد على الشغل كنت أعشق الشغل اللي هو بسويه فمن يومتها أنا حكيت أنه أنا حصير مهندس أحمد أحكي لي على الأجواء الرمضانية كيف تعيش الأجواء الرمضانية مع العائلة مع الأصدقاء مع الرياضة؟ هو الصبح بيكون فيه جامعة بعدين العصر نرجع على البيت ونستريح شوي بعدين منجهز حالنا للفطور بعد الفطور خلص أنه بعد العشة والصلاة الترويح بيكون فيه عندنا كم من خيار يا منطلع مع العائلة يا مثلا لو فيه طلعة شباب نطلع معهم أو مثلا بآخر الليل ممكن نروح نلعب الرياضة نروح على الجيم نركض حوليني المكان هيك أنه نلعب بس أنه نحرك حالنا عشان نظلنا أكتف برمضان أنا سارة موزة حمودة أنا هلأ باحثة بمجال أمراض القلب والأوعية الدموية طبعا فارسة وباحثة بنفس الوقت بلشت مسيرتي بالأبحاث الطبية لأنه كنت بعشة الطب كيف تعيش رمضان تطبخي سارة؟ والله بساعد ماما بالطبخ هو هلأ أنا درست لأنه ببريطانيا خلصت المجستير بتاعها من جامعة مانشستر ببريطانيا فتعلمت أنه أطبخ كنت دائما أتصل على أماما خصوصا برمضان أتصل على أماما مع علميني كيف أنه أطبخ فطبعا تعلمت شوية الطبخ أنه كيف أنه أسوي طبخات طبخات صحية طبعا بما أنه إحنا ناس بمجال الطب ومنحب نمارس الرياضة بالنسبة لي كان الخيل نفس أخواني حب وما قدرت أتخلى عن الفكرة أول ما شفتها على تلفزيون شفت سبقات الخيل قبل 13 سنة كان عمري 10 سنين فأنت بتتخيل لابنت عمرها 10 سنين شافت إيش كتير أعجبها خلص صرت متمسكة بالفكرة فأول مرة رحنا نركب صحيح بالأول أنت بتلاقي فيها شوية صعوبة ممكن يكون عندك شوية خوف بس مع التدريب أنه الواحد بصير يتحسن والمهم بالواحد أنه يتطور فأول مرة أنه صرت أتحسن وصرت بالعكس صرت أستمتع فيها